الموجز انتهى ننتقل الآن لهذه المقابلة الخاصة مع وزير خارجية روسيا سيرجي لفروف التي أجراها الزميل طلال الحاج إلى هناك يسرون الآن أن نستهل السلسلة اليومية للشارع الدبلوماسي خلال أسبوع الاجتماعات السنوية للجمعات العامة بلقاء حصري مع سيرجي لفروف وزير خارجية روسيا السيد سيرجي لفروف وزير خارجية الاتحاد الروسي نرحب بكم يا سيدي في قناة العربية شكرا أود أن أستهل بسؤالكم يا سيدي عن جملة من المواضيع وموضوع ليبيا يأتي في مقدماتها لأن التهديد باحتمال اندلاع حرب أقليمية من سيرت لا يزال يلوح في الأفق إلى درجة كبيرة وقد سمعنا في هذه الأوين عن اتفاقات تم التوصل إليها بين روسيا وتركيا حول وقف انشامل لإطلاق النار في ليبيا إذا كان هذا هو واقع الحال هل لكم أن تشرح لمشاهدين بطلقة مفصلة حول الجهود الروسية لتنفيذ وقف إطلاق النار حسنا ليبيا ليست مثال قلق لروسيا وتركيا فقط ليبيا هي صداع فضيع لجهات دولية كثيرة وقد بذلت جهود دولية كثيرة على مر سنوات الخمس الماضية تقريبا من قبل عدة دول في أوروبا وأماكن أخرى في المنطقة في محاولة لإنهاء الحرب والتخلص من الكارثة التي تسبب بها عدوان حلف النيتو عام 2011 و11 في انتهاك صارخ لقرار مجلس الأمن الدولة الليبية التي دمرت من قبل العدوان لا تزال تلملم شتاتها وروسيا وتركيا من بين تلك الدول التي ترغب بالمساعدة وروسيا ومنذ البداية وخلافا للجهات الخارجية كثيرة أقامت محافظة على اتصالات مع كل طرف من الأطراف الليبية ومع كل السياسيين الليبيين سواء كانوا في طرابلس أو طبرق أو بنغازي أو سيرت وفي أماكن أخرى وأعتقد أن هذه هي طريقة الوحيدة لتعزيز ما نرغب جميعنا برؤيته وهو تحديدا عملية سياسية بقيادة ليبية تتوج بإعادة الدولة الليبية وإيجاد حل لكافة القضايا المتعلقة بمستقبل ليبيا بناء على مصلحة العناصر الثلاثة المكونة لهذا البلد وبالإضافة إلى روسيا هناك فرنسا وإيطاليا والإمارات الذين وفي مراحل مختلفة من الدراما الليبي يشاركوا في تعزيز نوعا من الحوار وتم أداء دور مهم من خلال مؤتمر برلين الذي تبنى بيانا تمت المصادقة عليه في النحيانية الأمر وقبل مجلس الأمن ومؤخرا ولابد من الإشارة أيضا إلى بيان القاهرة الذي حظي بتأييد من صالح وحفتة ومن ثم كانت هناك مبادرات لصالح وسراج حول وقف إطلاق النار وفي حقيقة الأمر أنها رغبة وجهود من الأطراف الليبيين أنفسهم التي ترغب ريسيا وتركيا بمساندتها وتشجيعها كما أن المشاورات التي جرت قبل عدة أيام خلت في أنقرة بين الدبلوماسين الروس والإسراك وممثلين عن وزارتي الدفاع ترمي إلى مساعدة الأطراف في تعزيز وقف الأعمال القتالية التي حدثت بحكم الوقف خلال الأشهر القليلة الماضية وتهدف المشاورات لجعل تلك الجهود مشروعة وقانونية وأمل أننا سوف نستطيع أن نحقق النجاح جميعا هناك بعض دول التي لا تريد أن تمتهي الأزمة الليبية كما يتمنى الليبيون ولا تزال ترغب بأن تلعب بالكرت الليبي والألعاب الجيوسياسية لكنني آمل أن تركز كافة الجهود الدولية والأوروبية والأقليمية بصدق على الأجندة الإيجابية التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر برلين إذن أفهموا منكم بأنكم لم تتوصلوا لهذه الاتفاقية ولم تستكمل لكن هل سيكون هناك أي ضمانات لوقف أطلاق النار من أي جالب بمجرد إبرام تلك الاتفاقية يجب أن يتم توصل إلى اتفاق قبل الأطراف الليبية أنفسهم وروسيا وتركيا يمكنهما فقط بدل المساعي الحميدة لأقناع الأطراف ولتعزيز المواقف على الأرض بحيث لا يتم استئناف القتال ومن ثم العودة إلى تنفيذ أجندة برلين بما في ذلك اللجنة العسكرية خمسة زائد خمسة وتشمل قضايا اقتصادية وولوها حل مشكلة النفط وبطباعة الحال الأصلاح السياسي والانتخابات الدستورية وما إلى ذلك هل تمت مناقشة وضع ألية منصفة لتصدير ومشاطرة عادة النفط بين الأطراف الليبية دون أي تدخل أجنبي تمت مناقشة هذا الأمر من قبل الأطراف الليبية وأثير هذا الأمر خلال الاتصالات التي جرت بين الصالح وسرع وتجري مناقشة هذا الأمر حاليا مع الأطراف في طبرق بمن في ذلك ممثلو الجيش الوطني الليبي إن كل ما نفعله وتجيعهم للجلوس والاتفاق حول كيفية مشاطرة الموارد الطبيعية التي حباهم الله والتاريخ بها هل تؤيد روسيا طلب فرض حضر كامل للسلاح على جميع الأطراف في ليبيا ورحيل كافة القوات الأجنبية من ليبيا لا نستطيع تأييد هذه المطالبة لأننا دعمنا قرار مجلس الأمن الذي وضع دون أي مطالبة بفرض حضر إلزامي على أي وردات للأسلحة إلى ليبيا وأي وردة أسلحة من ليبيا ويطالب فرض حضر السلاح هذا وعلى الجميع أن يحترم ذلك وهذا ما تم إعادة تأكيد عليه في مؤتمر برلين وتطوع الاتحاد الأوروبي في هذا الخصوص بتأسيس عملية جديدة لإيرني ويطالب بمراقبة تنفيذ حضر السلاح هذا على أسس صارمة وبناء على متطلبات قرار مجلس الأمن وإلى هنا قد وصلنا على الجميع أن يحترم ذلك ماذا بشأن احترام مطالبة الليبيين وجهات دولية كثيرة بشأن رحيل جميع القوات الأجنبية من ليبيا يتوقف الأمر على ما تقصده بمطالبة الأطراف الليبيا فهناك حكومة شرعية إنجاز التعبير في طرابلس وهناك برلمان شرعي في طبرق وما لم وإلى حين قيام جميع الليبيين ليس فقط من برقة وطرابلس ولكن أيضا من فزان ما لم يقوموا بالاتفاق على رغبتهم في كيفية دفع عجلة البلاد نحو الأمام والاتفاق على الإصلاحات السياسية وتقاسم السلطة سوف يكون من الصعب أن نفهم من يمثل الحكومة الليبية الشرعية ومن يجب أن يقرر بصورة شرعية بأنه يتوجب على القوات الأجنبية أن تغادر البلاد لذا وقبل أن نعالج التداعيات الأزمة الحالية التي بدأت عام 2011 بعدوان حلف النيتو لا بد لنا أن نتغلب على المخلفات التي تركها النيتو في ليبيا وأن نقوم بإعادة الدولة الليبية ومن ثم ستقرر الدولة الليبية المستقلة وذات السيادة من هو مرحب به ومن هو غير مرحب به على أراضيها أود أن أنتقل إلى موضوع إيران يا سيدي مشكلة رفع حضر السلاح عن إيران في الثامن عشر من أكتوبر 2020 يمكن أن تفضي تماما إلى سباق تسلح في منطقة الخليج إذا ما استطعت إيران شراء السلاح فسوف يكون هناك سباقا وأكثر سوءا مما نشهده الآن أشار وزير خارجية مايك بومبيو بأن الولايات المتحدة سوف تفرض عقوبات على من يخالف حضر السلاح ووفقا ما قاله بأنه سوف ينتهي في الثامن عشر نوكتوبر وهناك تقارير تفيد بأن الرئيس رامب سوف يصدر أمرا تنفيديا يسمح له بفرض عقوبات أمريكية على أي أحد أو طرف يقوم بانتهاك حضر الأسلحة التقلدي على إيران ما هو رأيكم الشيء؟ لا يوجد أي شيء يدعى بحضر السلاح على إيران مجلس الأمن وعندما تبنى القرار الشامل 22-31 الذي صادق بموجبه على خطة العمل الشامل المشتركة والتي قامت بتسوية مشكلة الملف النووي الإيراني وتم اعتمادها بتوافق الأراء بموجب الفصل السابع من متاق الأمم المتحدة اذ ذكر مجلس الأمن في ذلك القرار أن توريد السلاح إلى إيران ومن وإلى إيران سوف يخضع للنظر من قبل مجلس الأمن وأنه بحلول 18 أكتوبر 2020 فأن هذا النظام الخاص بالمبيعات إلى إيران سوف يتوقف وما من فرضا لحضر السلاح ولن يكون هناك قيود أي كان نوعها بعد انتهاء ذلك الإطار الزمني الذي حدده مجلس الأمن لا أستطيع أن أتحدث نيابة عن الأمريكيين لأنهم يقولون أشياء كثيرا مضحكة لكنني أعلم أمرا واحدا مؤكدا هو أن الأمريكيين وكما عكف مندوبيهم على تأكيد ذلك رسميا باستمرار بأنهم لا يزالوا يشاركون في خطة العمل الشامل المشاركة بسبب القرار 22-31 ولا يسعني إلا أن أذكرهم بأنه يجب عليهم احترام التسلسل الهرمين في الإدارة الأمريكية لأن سيدهم الرئيس ترامب شخصيا قد وقع على قرار رسمي انسحبت بموجبه الولايات المتحدة من خطة العمل الشامل المشاركة ويقول أن الأمريكيين اعتادوا أن يكونوا شركاء متساوين في خطة العمل الشامل المشاركة الأمر الذي انتهى منذ ذلك الحين لكن كما تعلمون بأنهم يحجون بأن قرار 22 هو قرار أممي صادر تحت الفصل السابع وملزم على كافة الدول في الأمم المتحدة تعلم أنهم يريدون مخالفتي وتحدي المثل الإنجليزي الشهير وهو بأنهم يرغبون بالحصول على كعكتهم وتناولها أيضا فهم رسميا تركوا خطة العمل الشامل المشاركة وينص قرار مجلس الأمن 22-31 على أي إجراء يتم اتخاذهم من أجل إعادة نظام العقوبة يتم الشروع بهم من جانب أي عضو في خطة العمل الشامل المشاركة وهم لم يعودوا أعضاء في هذه الخطة وإذا استمروا بالتهديد بمعاقبة من يتعاونون مع إيران على الأسس الثابتة للتنفيذ الصارم لشروط القرار 22-31 فإنني لن أكون مندهجا لأنهم يقومون بفرض هذه العقوبات في كافة أنحاء العالم لأي سبب من الأسباب وحيانا بدون أي سبب ولطالما كنت أدرك بأن الفيل هو رمز للحزب الجمهوري لكن رجاء لا تكون كالفيل الذي يدخل إلى متجر مليئ بمواد البورسلين قابلة للتكسير سامحني سيد لاغرب هل المشركات الروسية والمطارك الروسية مستعدة لمواجهة العقوبات الأمريكية كما أسلفت الذكر فأن الأمريكيين قد فقدوا أي موهبة من مواهب الدبلوماسية لسوء الحظ فقد أعتادوا أن يكون لهم خبراء متميزين ما يفعلونه الآن في مجال السياسة الخارجية وهو فرض المطالب على الطاولة سواء كانوا يناقشون موضوع إيران أو أي شيء آخر وإذا قال لهم شريكهم حسنا لا أستطيع أن أنفذ ما تطلبون فلنتفاوض فهم لا يفاوضون بل يقدمون الإندارات ويحددون الأجال الزمنية ويفرضون العقوبات ومن بعدها يجعلون العقوبات خارج الحدود الأقليمية لذا فإن كل ما أستطيع أن أقوله بأنه أمر غير مشروع على الإطلاق أن يتم تبني عقوبات أحادية الجانب لم ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة للأسف أصبح هذا الأمر معدن وأضحى الاتحاد الأوروبي ينخرطوا رويدا رويدا في نفس الحيل التي طرحتها للولايات المتحدة في السنوات العشر الماضية تقريبا لأنه لا تنسى بأن كل الأمور بدأت في عهد الرئيس أوباما كل تلك العادات الخاصة باللجوء إلى فرض العقوبات دون أي سبب على الإطلاق كلها قد بدأت قبل تنصيب الإدارة الحالية ولا يسعني القول إلا إذا كانت على سبيل المثال شركات الدول الأجنبية سوف تنفذ العقوبات فأنا لا أستطيع أن أتحدث نيابة عن تلك الشركات التجارية فهي لها تقييمها الخاص لكن من الواضح بصورة مطلقة أن العقوبات الأحادية الجانب غير قانونية وغير شرعية وفي هذا الخصوص يمكنك قراءة عدد من قرارات الجمعية العامة هل الحل السياسي لا يزال قابلا للتطبيق في سوريا في هذه الظروف عدت للتوم من دمشق حيث كنت برفقة نائب رئيسي وزرائي روسيا الذي ناقش خلال تلك الزيارة أفاق التعاون الاقتصادي وأنا ناقشت الجزء السياسي المتعلق بالوضع الحالي لا أعتقد بأن أي شخص يتحدث إلى الرئيس الأسد وإلى وزرائه يمكن أن يخلص إلى نتيجة مفادها بأن حكومة الجمهورية العربية السورية تعتمد بصورة حصرية على الحل العسكري هذا غير صحيح فقد انتهت المواجهة العسكرية بين الحكومة والمعارضة البؤرتان الساخنتان الوحيدتان على الأرض السورية هما إدلب حيث توجد هيئة تحرير الشام وهي عبارة عن استنساخ وتجسيد لجبهة النصر المسؤولة لكن المنطقة التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام في إدلب تتقلص وزملاءنا الأتراك وبناء على المذكرة الروسية تركية يبدلون جهودا لاستمرار محاربة الإرهابيين وفصل المعارضة العادية عن المجموعات الإرهابية ونؤيدهم في هذه المساعي وعليه لا يوجد اقتتال بين الحكومة والمعارضة هناك والبؤرة الساخنة الثانية هي على الضفة الشرطية لنهر الفرد حيث الوجود غير قانوني للقوات الأمريكية ويخترن ذلك تعزيز الأمريكيين للنزاعات الانفصالية ويلعبون بالورقة الكردية بطريقة غير مسؤولة قرارهم الأخير في جلب شركة نفط أمريكية للبدء في ضخ النفط لأغراضهم الخاصة دون أي احترام لسلامة وسيادة أراضي الجمهورية العربية السورية كما يطالب القرار 2254 يخلقوا بطبيعة الحالة تبعت على القلق بالنسبة لدول عدة في المنطقة وتركيا أيضا لكن الدول ذات سكان الأكراد فهي كلها تشعر بالقلق من أن هذا لعب بالنار فقد حذرنا السكان الأكراد في العراق وتركيا وإيران بأن يكونوا جزءا متجانسا من بلدانهم وأن يستمتعوا بكافة حقوق الأقليات القومية ولكن نعتقد أيضا أنه إذا كنت تحاول تشجيع النزعات الانفصالية فأن المنطقة قد تنفجأ وأمل أن الأمريكيين سوف يفهمون بأنه يتوجب عليهم أن لا يفكروا فقط بالانتخابات القادمة خلال شهر ونصف الشهر لكن في مستقبل المنطقة وهي واحدة من أكثر المناطق أهمية في العالم نعم لم أجب على السؤال المتعلق بالعملية السياسية استأنفت اللجنة الدستورية أعمالها بعد توقف بسبب الإصابات بفيروس كورونا السيد بيدرسون المبعوث الخاص لأمم المتحدة زار موسكو وكان متفائلا على نحو حذر إزاء تلك العملية وقد تم استكمال المشاورات الآن حول جدول أعمال الجولة المقبلة للجنة الصيغة الدستور نعم إن الأمر لن يكون سريعا بالقدر الذي نتمنى ولكنك لا تستطيع أن تنحو باللوم على الحكومة في ذلك قد تكون الحكومة أكثر استعدادا وجاهزية وقد أرسلنا بهذه الرسالة إلى دمشق حتى أثناء زيارتي لكن نرى بأن موقفها ليس في أفضل أحواله وهناك بعض الصراعات الداخلية والاقتتال الداخلي بين مجموعات المعارضة المختلفة ونعتقد أن كل هذا يجب أن يكون مسألة ثانوية بالمقارنة مع المهمة الأساسية للشروع في المفاوضات حول الدستور بصورة جدية وهذا ما حاولنا أطنع الأطراف سوريا به المحادثات بين روسيا وتركيا حول أدلب تعثرت وروسيا علقت مشاركتها في الدوريات المشتركة مع القوات التركية وفقا للاتفاقية المبرمة في الخامس من شهر مارس في العام الحالي يخشى كثيرون من عملية عسكرية هجومية كبرى سورية روسية على أدلب هل يمكنك تهدئة تلك المخاوض؟ أعتقد بأنني قمت بالإجابة على هذا السؤال وهناك مذكرة تركية روسية نافذة بالكامل تم تعليق العمل في الدوريات المشتركة على طريق M4 بسبب بعض المخاوف الأمنية نظراً لاستمرار هيئة تحرير الشام بالقيام بالاسترزازات المسلحة ومهاجمة مواقع الحكومة السورية وكانوا يحاولون مهاجمة القاعدة الروسية الجوية في حميميم وقد أكد زملائنا الأتراك بأنهم ملتزمون بمحاربة الأنشطة الإرهابية وكما قلت بفضل العمل على فصل المعارضة العادية المسعدة للحوار مع الحكومة عن الإرهابين فما من حاجة للجيش السوري ولتحالف الحكومة السورية لمهاجمة إذلب الحاجة الوحيدة هي مهاجمة مواقع الإرهابين وإزالة تلك البؤر الساخنة للإرهاب التي تعد آخر معقل للإرهابيين على الأراضي السورية بذلك الحجم يتحمل زملائنا الأتراك القصد الأكبر من المسؤولية بموجب هذه المذكرة التي أكدت عليها وهي أن محاربة الإرهاب سوف تكون المهمة رقم واحد وأستطيع أن أؤكد لك بأن الدوريات المشتركة على طريق إنفور سوف تستأنف قريبا بمجرد هدوء الأوضاع كاف الدول الخليج وجميع الأطراف ومجلس الأمن يؤكدون دائما على الحاجة لحل سياسي بوصفه المخرج الوحيد لحل الصراع اليمني هل ترى روسيا المقاربة المثلة لحل سياسي من أجل الأزمة اليمنية هل يجب على مجلس الأمن أن يطلع بدور أكبر أو أن يظهر سلطات أكبر إذا أولئك الذين يعرقلون جهود الحل السياسي نرى أن المسار المستقبلي يكمن بالامتثال المطلق لمخترح سيد جريفت وهو المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن وبالتعاون معه من قبل كافة الأطراف بما في ذلك الحوثيون والمجلس الانتقالي الجنوبي وبطبيعة الحال حكومة الرئيس هادي على الجميع أن يكون متعونا ندعم جهود أصدقائنا في المملكة العربية السعودية على تعزيز الحوار والتفاهم في جنوب اليمن وندعم أيضا جهود دولة الإمارات العربية المتحدة وجهود السيد جريفت التي أعتقدوا بأنها سوف تكلل بالنجاح إذا ما تعاون الجميع بمن فيهم الرئيس هادي الشرق الأوسط وآخر اتفاقيات السلام بين دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين مع إسرائيل كيف ترى روسيا اتفاقيات السلام تلك المبرمة بين هاتين الدولتين من جهة وإسرائيل من جهة أخرى إننا مهتمون للغاية برؤية حدوث كل هذه التطورات لأننا اتفقنا جميعا على المعايير الرئيسية لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي فهناك عدة قرارات من مجلس الأمن والجمعية العامة وهناك مبادرة السلام العربية التي صادقت عليها الأمم المتحدة وهناك المجموعة الرواعية من الوسطاء الدوليين وجامعة الدول العربية وجهات فاعلة كثيرة ساهمت في خلق جو يفضي إلى السلام والاستقرار في منطقة الشرف الأوسط بطبيعة الحال مع الاحترام الكامل لحقوق الفلسطينيين ولا يمكن بلوغي هذه الغاية إلا من خلال الحوار المباشر بين إسرائيل وفلسطين وأننا نؤيد بشدة إعادة إطلاق هذا الحوار بأسرع ما يمكن ونحن مستعدون لتقديم مساعين الحميدة سواء كجزء من الربعية أو بأي صفة أخرى كعضو دائم في مجلس الأمن وأننا نرى التطورات الأخيرة بين إسرائيل والإمارات وبين إسرائيل والبحرين بأنها وقائع على الأرض ونحصل على تطمينات من كافة أصدقائنا العرب بأن هذه التطورات يرمى منها تحسين المناخ في المنطقة ولن تستخدم بأي شكل من الأشكال على نحو يضر بحقوق الشعب الفلسطيني لكن يجب علينا أن نرى متى سوف يتم إعادة إطلاق الحوار شجعنا زملائنا الإسرائيليين وأصدقائنا الفلسطينيين على خلق الظروف واستخدام المساعي الحميدة للأسرة الدولية من أجل إعادة إطلاق ذلك الحوار المباشر فهو المخرج الوحيد لفهم ما يجب فعله في ظل الظروف الحالية حقيقة أن الضم قد تم تأجيله وهو أفضل أن نراه يحدث الآن كما تعلمون لكن التأجيل لن يحل المشكلة المشكلة لا تزال موجودة والحوار المباشر هو فقط الذي يمكن أن يوصلنا إلى حلول مقبولة بصورة مشتركة من قبل الإسرائيل والفلسطيني ونعم أعتقد أنني سمعت يوم الأمس أنطوني قوتيرش يعلن بأنه يتطلع إلى بعض من أشكال الوساطة من جانب الأمم المتحدة وسوف يكون هذا أمرا مثيرا لاهتمام لنرى ما الذي لدى الأمين العامل يقدمه سيدي كنت سخيا معنا للغاية اليوم بوقتكم وأنني أثمن هذه الفرصة السيد سيرجي لافرو وزير خارجية الاتحاد الروسي شكرا جزيلا على هذه المقابلة الحصرية ونتمنى لكم الحظ الواثر شكرا لكم شكرا